طيب خلينا كده نلخص يا دكتور ايه الحالات الطارقة في جراحة القلب وهل فيه ممكن حالة طارقة برضو حالك تنتظر عليها شوية تقعد في المستشفى على بالما تتحضر اه طبعا يعني لو قلنا مثلا من الحالات اللي احنا بنستنى عليها انا احد المرضى اللي لسه عاملهم عمليات مثلا حصل وهو ريح شغله بيركب العربية حصل توقف في القلب جلطة في القلب حصل توقف في القلب وبدأوا مساج ورجع القلب وتحط على جهاز تنفه الصناعي وقعد على جهاز تنفه الصناعي يومين او ثلاثة ولقوا انزمات القلب عالية ولقوا ان هو رسم القلب بتاعه فيه جلطة فعملوا قسطرة تشخيصية عملوا قسطرة تشخيصية لقينا فيه عنده شريان عيسر رئيسي شريانين مفهولين والشريان اليمين مفهول كله فما فيش ولا شريان تقريبا مفهوش مشكلة اه فلما عرضوه عليا ولقينا فيه ارتجاع في السمام المترالي ناتج من جلطة القلب مشكلة مركبة بالضبط لما عرضوه عليا لقينا مع المساج حصل كسر في ضلعين وعنده ما يعرقه وبدأ بكح دم المريض لو انا دخلت بيه عمليات ساعته اه محتاج توصيل شرعين بس لو دخلت بيه عمليات انا هخسره المريض قاعد في المستشفى كنا بنحضره حجسته في الرعاية اسبوعين اتنين تحت الملاحظة وعلى ادوية بساعدني ان انا احافظ على عضلة القلب يعني بيبقى فيه تحضير برضو قبل المريض ما بيدخل العملية سحبنا المياه لعرقاتين لاتنين كان فيه تهتكات في الرئة عالجناها تماما ودخلنا العملية واحنا حالتنا مستقرة تماما كفاية تعطي القلب كانت 35% قبل العملية قبل العملية كان وصلنا كفاية تعطي القلب 35% مع الجلطة مجرد ما وصلنا له الشرعين وعملنا الايكو تحول ارتجاع السوم المترالي من متوسط الى ما فيش حاجة بنورها ليه تريفيال حاجة كده شعرة حاجة خفيفة قوي وفي نفس الوقت الكفاية تعطي القلب تحسنت من 35% مباشرة ل45% وده يعني حالة صعبة وفيها مشاكل كتير بضبط مهم قوي ان الواحد يقرر امتى يخش في الوقت المناسب للمريض مش مهم الوقت المناسب للجراح مش مهم الوقت المناسب لأهل المريض يعني أهل المريض بالنسبة لي كانوا بضغطوا علي ان نخش عليها ببكرة نخش لا أحد المرضى كان جالي بجلطة في القلب وبعدين بنعمل له قوة تحاليل لقينا عنده الهموجلوبين بتاعه خمسة يعني عنده أنيميا جديدة أنيميا جديدة جدا طبعا أهل المريض كانوا كل الناس ادي دمه وخش لا لازم نشخص الأول سبب الأنيميا عملنا من زرع المعدة من زرع القولون عملنا كل حاجة واللي درجة ان احنا خدنا عينة من نخاة العزام وبعد عينة نخاة العزام شخصنا أنه عنده مرض لنفاوي ورم لنفاوي وتناقشنا مع دكاترة أورام الدم في طرق العلاج زبطنا كل حاجة زبطنا الأدوية دخلنا عمليات طلعنا كويسين يعني كان فيه تنسيق برضو ما بين حضرتك وما بين التيم بتاع الأهل اللي هو شخص ايه سبب الأنيميا الشديدة دي عند المريض بزرط لازم أن يكون فيه فريق عمل ولازم أن كل مريض نفكر فيه كويس هنعمل ايه؟ واحد اتنين تلات اربعة والمرضى دولت يعني فيه مئة مريض بيدخل بهم العمليات بدون تفكير وكله بيعدي لكن الحاجات البسيطة دي بتفرق في بعض المرضى اللي هم فيهم مشاكل وهي حياة إنسان يعني بزبط في الأول وآخر في الأول وآخر الإنسان ده ممكن يكون أب الأسرة ممكن يكون ابن وحيد يعني يا ما عملنا عمليات لابن وحيد وبيكون إحساس صعب جدا والشباب صغيرين أنا عملت عملية لابن وحيد كان عنده 35 سنة بنفكر كويس قوي بناخد أحسن قرار يفيد المريض طب خلينا نعرف من حضرتك برضو التحضيرات اللي بتكون المريض هيخضع لجراحة قلب التحضيرات بتاعتنا إن احنا بنعمل الإشاعات بنفحص وفحص إيكلينيكي كويس ما يكونش فيه احتقانات في الرئة ما يكونش فيه أي مشاكل تانية وبنعمله صورة دم ووظيف كبد ووظيف كلا كلام من ده بالطرية دي بنمشي في السيناريو العادي اللي هو العياني العيانين بتوعنا العادي بتاعهم تاني يوم الصبح بعد العملية بيكون قاعد على كرسي بياكل وبيشرب وبيتحرك وبيتمش اليوم اللي بعده بيخرج قوضة ثلاثة يام يروح والعيانين بتوعنا بيروح يمكن الموضوع أبسط من المرضى ممكن يكونوا بيتخيلوا يعني عشان كده يمكن بيخافوا من عمليات القلب فإحنا عايزين نطمنهم بقى فخلينا نعرف برضو من حضرتك مدة العملية بتكون قد إيه ولا بتختلف من مريض لآخر وحسب كل حالة المدة بتختلف من مريض لآخر في عمليات بتاخد ساعتين ثلاثة في عمليات بتاخد 12 ساعة و14 ساعة ولكن العادي بتاعنا في الحالات العادية أن العيان بيكون تاني يوم الصبح قاعد على كرسي بياكل بيفطر بيشرب بياخد أهوته عادي خالص الألم بتاعنا أقل من ألم جراحات البطن لأنها عندنا هنا المنطقة هنا ثبتة مجرد ما بنشيل الدرينز و بنشيل الدرانق وكل من ما فيش ألم خالص هل كل الجراحات القلب هي بقت القلب النابض يعني خلينا برضو نعرف ده إيه وده إيه وبيستخدم دي حالات حالات ولكن مثلا العادي بتاعنا لو كملنا السيناريو الطبيعي في العينين بتوعنا بعد الجراحة إحنا عندنا العينين بيطلعوا سلم و بنزلوا سلم يعني أنا عندي مرضى مثلا يقول أنا ساكن في الدور الخامس بيخرج من المستشفى اطلع الدور الخامس مفيش مشكلة خالص بالعكس أنا قبل العملية أقوله ما تطلعش الدور الخامس عشان ما يحصلش هبوط في القلب بعد العملية بيقوله يطلع الدور الخامس لأن مشكلة القلب تحلت خلاص يعني ممكن بعد ما يبقى مريض عمل عملية قلب مفتوح ويطلع عادي يسلم بعدها يطلع عادي خالص احنا مشكلة القلب تحلت احنا فترة النقاها والتأمي الجروح دي بتاخد بتختلف في عندي مرضى بيرجعوا شغلهم بعد ثلاث أسابيع في مرضى بيرجعوا شغلهم بعد شهر ونص أو شهرين بتختلف من شخص للتاني وبتختلف تبع الفتح بتاعنا اللي فتحناه لكن هو فترة النقاها عندنا مش أقل من أسبوعين ثلاثة ومش أكتر من شهرين عادة يقدر المريض يمارس حياته الطبيعية بعد قد ايه يمشي يروح هل في رياضة بيقدر يمارسها هل في تعليمات معينة حضرتك بتقولها للمريض اعمل كذا ومحذورات مهمة مجرد ما المريض بيخرج من المستشفى من بعد اليوم الخامس أو السادس بشجعه أن هو يمشي في اليوم تدريجيا لأنه يوصل بساعة لساعة في اليوم وعادة بعد أسبوع بعد أسبوع من خروجه للمستشفى بيكون وصل لساعة الصبح وساعة بالليل بعد أسبوع يقدر المريض يمشي ساعة الصبح لازم أنا عندي لازم يقدر ولا لازم لهم بيمشوا ساعة الصبح وساعة بالليل بيقدروا طبعا بالعكس ان انا عندي فيه احد المرضى مثلا كان ييجي يقولي انا بمشي ساعتين مفيش مشكلة فده اساسي عندنا ان انا العنين بتوعي مجرد من تاني يوم العملية ما بيقعدوش في المستشفى تاني يوم العملية من بعد العملية بيقوم يخرج قطه مجرد ما خرج قطه ما بيقعدش يطلع سلم ينزل سلم يروح ييجي يلف زي ما هو عايز ما بيقعدوش كل ما بيتمشى اكتر كلها بتحرق اكتر كل بفترة النقاها بتقل عكس ما ناس كتير ممكن متخيلة لا ده انا عملت جروح قلب بقى التعليمات المهمة بالنسبة لي انه هو ما يشيلش حاجة ما يزقش حاجة ما يشدش حاجة لمدة شهر ونص يعني ما فيش حد بيشيل حاجة تقيل ما بيوطيش يجيب حاجة انا بس عشان سدر يكون متزن من هنا طالما انا حافظت على اتزان الصدر خلاص ولو جرح الجرح الصغير لو انا عامل العملية بالفتحة الصغيرة خصوال الصمام الاورت مثلا بنعملوا في فتحة صغيرة او لو شريان تاجي واحد وعملناها فتحة صغيرة او صمع تما juste لو حاجة ازا عملناها بالفتحة الصغيرة خلاص بعد اسبوعين ولكنو عامل عملية يعني فيه حالات بتحتاج فتحة صغيرة وفيه الحالات بقى انا هالي القلب المفتوح اللي احنا عارふان هرها فيه حالات الفتحة العادية اللي هي عشر سنتي في حالات 12 سنتي 13 سنتي هنا في خط النص هنا ما بين التقاء نص الجسم ده ونص الجسم ده بنفتح في خط النص هنا دي العادية في حالات ممكن نفتح فتحة صغيرة هنا كده ده لسهم الأورتي يعني صور الجروح دي ممكن نعرضها دلوقتي وفي حاجات الفتحة الصغيرة اللي هنا لو شريان تاجي واحد فكل حالة دي هزروفها والفترة النقاها لكن العادي حتى مع الفتح العادي بتاعنا في بعض المرضى بعد ثلاثة أسابيع بيرجعوا شغلهم دي أكيد حاجة برضو مطمئنة جدا لكل المشاهدين اللي ممكن يكونوا عندهم بعض أمراض القلب ولهم محتاجين يخضعوا لجراحات قلب يعني أعتقد أن النهاردة كانت برضو فكرة تطمئنهم أكتر على فترة النقاها وأنهم حيمرسوا حياتهم بصورة طبيعية يا دكتور ترجمة نانسي قنقر